اونية المشهورة التي يتغنى بها جميع المغربية اونية من عبد الله هذه الاغنية لها تاريخ بسيط لان الناس اللي بدعوها اولا خرجوا الوجود الناس بوسطاء مول الفكرة هو واحد سيتي تماب التهامي السالمي هو من منطقة السوالم وهذا السيد الى شفنا كيفاش اكتب هاد القطعة كتبت كأنها قصة تحكى وتروى وتحميل عدة معاني يمكن ان نسترسل معها ونعيش لحظات مهمة حيث كان الانسان يسافر من منطقة الى منطقة اخرى منطقة المنشأ مثلا الحدث السوالم لزيارة مكان معروف ولي شريف يسمى مولاي عبدالله بن مغار اصدر الاساسي نجبدو مولاي وست هالمي سالمي والكتب والحان وتعزفت بطريقة بسيطة يعني في ذاك الوقت دياله نقول لها تقريبا را نجيال شي مية سانة على قرن تقريبا على هذا تقريبا تعزفت بالوتار والبندير يعني هادوما الالات الرئيسية والاساسية المغربية هادو الالات العاطيق المغربية الوتار والبندير عالباش دخلت المغرب دخلت ليه الكمانجا والكمانجا وما لها من رونق وهاد الاغنية اه ما انا درش عليها دون الذكر او التحدث عن فاطنة بيت الحسين وولادة بن عقيدة اذا فاطنة بيت الحسين اعطيت واحد البعد اه ان الاغنية اخذت شعبية اكثر لما لا انها انتشرت في المغرب كله وقع الجالية المقيمة بالخارجية يتورددها الاغنية يعني وجميع السياح اللي كيجيوا المغرب سواء العرب او الاجانيب ربما كالقهم انهم كيسمعوا هاد الاغنية ويترنمون بها ويشدون بها وفاطنة بيت الحسين لها اشعاع في الاغنية الشعبية وهذا الاشعاع ساعد على انتشار الاغنية للمسمات موني عبد الله بن مغار الكاتيب الستهامي تحاول باش يعطيه وصف دقيق للرحلة وللمكان يعني كالانسان يجدوا الترحال يعني كيوجد يجد يعني خصو فين غيبات يعني خصو الخيمة اه ما يقول اذا خصو العولة كيف تيقولون او المأونة اذا اه يز اواني الطابخ يز الفراش دياله يز كده كده مصحوبا اذا امكانه بفراسه لان ملعب الله يشتهره وما زاله يشتهر بمدى بالتبوردة يعني الركوب على الخيل والركوب اه بمعيته عدة اشخاص يعني هناك صربة والصربة ممكن تعدى ثلاثين ربعين خمسين الرحلة راجيه ومن السوالم مرورا بازم مور وادم الربيع وصور الجديدة اللي بعيد منها ملعب لا تقريبا بوحد اطناعش الى اربطاش الكيلومتر را وصف الرحلة ومن اللي غاديوصل للموسم غايوصف تال موسم غايوصف تالبارديات السرباكي دياله غايوصف العودة شنو كيفاش موزين بوحد زينة دياله وغاديوصف حتى السبعة ديالاش ديال مولا عود الله لان هذا الضريح له 19 رجم ثلاثة سدين البحر وثلاثة سدين الجفر الصفر وثلاثة سدين قبلق ولمولوع راجة معتمة يعني الناس هدى المواسم كانت فيها الفرجة وهناك الجزء المهم هو العبادة والتضرع للأولياء كما جاء في ثقافة المغارب ولهو هام ودو عزيادير الشابعة مقبل اشتركوا في القناة